أكيد في كلام كتير في تريند الأهلي وبعض التفاصيل المهمة اللي هنتكلم عنها ونعلق عليها أول حاجة الخبر اللي قدامنا ده اليوم السابع الأهلي يلجأ لخطوة جديدة لتأسيل التواصل مع سافيو ده خبر صحيح بنسبة 100% ممكن أن أتكلمت عنه في المناسبة من هسابات من 3 ايام كده وقلنا أن برونو سافيو الناس في النادي الأهلي يا جماعة بالمناسبة مهتمين به جدا 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 هتقول لي يعني مهتمين به مهم أكيد مهتمين بقى إيه لعب موجود لا الموضوع بالنسبة لبرونو سافيو مختلف شوية لأسباب كتير أول حاجة برونو سافيو جاي من قرة تانية خالص بأجواء مختلفة بثقافة مختلفة تماما عن الثقافة هنا في مصر أو عن طريقة المعيشة هنا في مصر الأجواء كلها كلها غير تمام فاللعب عشان ينسجم محتاج مساعدات كبيرة جدا عشان يتناغم وخصوصا أنه قدم يعني مستويات تقولك أن الرجل ده حيضيف للأهلي بإذن الله يعني هو لسه ما قدمش طبعا كل حاجة بس أنت منتشاب بس لتلعبه ساهم فيهم بشكل جيد مباشر للغاية مبدئيا الشكل كويس لكن أنت منتظر أكيد منه كتير بس لازم تساعده في نفس الوقت فالأهلي عمل ليه؟ أول خطوة كانت موجودة قبل كده أن الأهلي جاب مترجم خاص لي الرجل ده شغال موجود معه في كل حتة بيتحرك مع برونو سافيو في كل مكان هو رايحه عايز ينزل يشتري حاجة من مكان فلاني عايز يروح هنا يخرج هنا بتاع هو مترجم خاص به بيجيد اللغة البرتغالية اللي هو بيتكلم أو بيكلمة شعب برزيه طبعا اللغة الأساسية اللي عندهم فالأهلي وفر المترجم ده وبالنسبة لي موجود في الجهاز الفني في المطشط وفي التدريبات وفي الجيم وفي أي حتة في النادي فدي خطوة مهمة ليه؟ لأن اللغة بعيدة قوي يعني ببرتغالي مفيش حد عندنا في الفرقة لا جهاز فني ولا لعبين بالكلمة ببرتغالي خالص يعني الأغلب في الفرقة عندنا بالكلمة انجليزية يعني بيعرفوا بالكلمة انجليزية نسبة كبيرة جدا من اللعبين فبالتالي دي كانت خطوة لتسهيل الأجواء بالنسبة لبرونو سافيو هل الأهلي اكتفى بكده؟ لا بالمناسبة الناس مبسوطة قوي من اللاعب من انسجامه النسبي اللي ابتدى مع الفرقة من روحه الحلوة قوي قوي مع الفريق من حماسه الكبير جدا ومن أدائه أنا هنا بتكلم ايه؟ على صعيد المسؤولين في النادي الأهلي وعلى صعيد الجهاز الفني بالنسبة لنادي الأهلي وحتى اللاعبين مبسوطين باللاعب يعني الخطوة الثانية التي تخذها النادي الأهلي انه هو بيدي دروس خصوصية لبرونو سافيو دروس خصوصية في اللغة الإنجليزية دي خطوة بتحصر دلوقتي في اللغة الإنجليزية عشان لما بعض المصطلحات في اللغة الإنجليزية قدر من خلال انه هو يتواصل مع لعبين داخل النادي الأهلي اللي بيجيدوا اللغة الإنجليزية فبالتالي عنصر الانسجام والتناغم يبتدي يتحرك بشكل أسرع فبالتالي من المستفيد الأكبر؟ النادي الأهلي الفرقة كلها من إمكانيات لعب مميز زي ده لسه عنده كتير قوي إن شاء الله يقدمه النادي الأهلي بخلاف انه أسرته جات والراجل مستقر والدنيا تمام هنا في مصر فلازم يكون فيه مساعدة ليه بشكل أو بآخر وأنا عجبني جدا وعي المسؤولين في النادي الأهلي بكسة زي دي لو احنا مش جبنا لعيب بقى ويلا تحط في الفرقة بقى وانت شطرتك واشتغل بقى ومناش دعوة لا لازم هيألو كل ظروف خصوصا إن هو جاي من أجواء مختلفة تماما ومن ثقافة مختلفة تماما فخطوة مميزة جدا للمسؤولين داخل النادي الأهلي خطوة أكثر من رائعة فهي دي أو هو ده الخبر الصحيح طبعا اللي اتقال في اليوم السابع وإن شاء الله نتمنى لبرونسافيو خلال بفترة اللي جاية إنه هو يكون أفضل كمان من كده وإن شاء الله يستهن بشكل أكبر مع الفرقة لما بيبقى فيه حاجة صحة جمعا ونوضح لكم بالتفاصيل ونتكلم بشكل جيد ونقول الخبر ده صحيح يعني عشان ممكن الناس تفتكر إن احنا كل الأخبار مجبعا لازم نقول نهاية غلط لا طبعا في حاجات تبقى صحية أو فيه ناس تكتهد وبتتعب وتجيب خبر 100% صح يعني فنحييهم طبعا الواترين سبورت وبيتكلمه ده حسامه على تويتر بيتكلمه على إن كولر يسعى لتطبيق القرار بشكل رسم إيه هو القرار إيه بقى هو القرار تعال نشوف ده الحساب الرسمي الواترين سبورت على تويتر كتب إن مارسل كولر يفكر في تغيير مركز حسين الشحات لعب الفريق إلى مركز الظاهير الآيب بدل من الجناح خلال فترة مجبلة بعد تقلق كريم فؤاد خاصة في الزل وجود طاهر بس طاهر بيلعب الناحة التانية والجنوب لو إحنا بنكلم عن حسين الشحات بيلعب وينج رايت يعني ده مكانه الأساسي والجنوب إفريقيا كمان بيرسي تاوي بيلعب في نفس المكان ده فطاهر بره الحزبة دي فقال لك إن فيه تفكير في الجزء الفني إنه يلعب كظهير قيم إحنا عندنا أكرم توفيق موجود محمد هاني موجود في كريم فؤاد بيجدها لو طبعا دي واجهة نظر فنية إن حسين الشحات يلعب في المكان ده فهو لاعب فيه قبل كده كتير جدا مع مصر مقصة فبالتالي يقدر يضيف فيه طبعا فدي حاجة ترجع للرؤية الفنية لكن في كل أحوال حسين الشحات عنصر هام للغاية في قائمة النادي الأهلي للموسم الحالي زي ما كان موجود برضه في قائمة على موسم سابقة كان أيضا مؤثر بشكل كبير جدا نتمنى لأرب دايما التوفيق والأمور من نسبة له والله مستقر نروح للمصر الرياضي وكلها يطلب ضم 3 لعبين للأهلي تعرف على مراكزهم طيب حلوة قوي ده برضه خبر من الأخبار المهندة اللي ممكن نعلق عليها بشكل مفصل وبمعلومات وبإيه؟ بمعلومات أول حاجة هل كولر اتكلم مع المسؤولين في النادي الأهلي وعقد اجتماعات طلب من خلالها تدعيم بعض المراكز ها حصل كاما؟ ما حصلش لحد اللحظة دي لحد وأنا بتكلم معك كده ما حصلش أي نوع من أنواع الاجتماعات ما بين كولر والمسؤولين في النادي الأهلي ولا حتى مدير إدارة التعاقدات في النادي الأهلي إنه هل ممكن يكون هو عايز؟ أكيد هيكون عايز تدعيمات ما فيش مشكلة مش ده مش تقليل من النادي الأهلي على قد ما هو أو مش تقليل من العناصر الموجودة طبعا عناصر سوبر عندنا على قد ما أنت لازم كفريق بطل بتنافس في كل المباريات وفي كل البطولات ووارد تتعرض لظروف مختلفة فلازم تأمن نفسك فأكيد الرجل هيكون ليه رؤية إنت هيحصل أو إنت كولر هيبلغ رؤيته أنا بقولك بالضبط هيبلغ رؤيته للمسؤولين في النادي الأهلي عن كورة عشان يتحركوا في التجاهل تعاقدات مع نهاية الشهر الحالي الشهر اللي إحنا فيه ده شهر 11 هيبقى فيه اجتماع في آخر الشهر مع كولر والناس في النادي هيقول مطالبه أو طلباته والناس تبتدي تتحرك هل الناس نايمة في النادي مش مجاهزين نفسهم؟ لا مجاهزين نفسهم بأسماء بلعبين في مراكز مختلفة وإنت مستر كولر اللي إنت هتقول عليه إحنا هنتحرك وإحنا نحاول نوفر لك الطلبات بتاعتك لكن لحد اللحظة اللي إحنا فيها دلوقتي مفيش أي اجتماعات حصل أديك دليل على كده إن الكابتن محمود الخطيب أصلا مسافر بالمناسبة كابتن محمود الخطيب كان مكرر إنه يرجع بقرة اللي هو بقرة يوم 8-11 العودة تأجلت يعني لسا مستمر لأنه في بعض الفحصات الأخرى اللي حيعملها بالمرة وهو هنك ويرجع يوم 14 بالتحديد إن شاء الله تعالى فكابتن محمود الخطيب مش موجود وما حصلش أي اجتماع على لجنة تخطيط ولا لجنة كرة ولا أي حاجة ما فيش أي اجتماعات حصلت فبالتالي ما فيش أي طلبات طلبها كلها لكن ممكن هو الراجل في حساباته حاطت في دماغه وكده حاجات معينة عايز يطلبها لكن دلوقتي مش هيحصل هيحصل معناهية الشهر المجل عشان بقى أراركم الخبر هما بتكلموا عن أن الراجل يعني عايز رقم 9 مركز في مهاجم وواحد في مركز 8 اللي موجود في حاليا عمرو السلية بس وبالمناسبة مش شرط ليه؟ لأن عمرو السلية اللي هو اللاعب الوحيد اللي بيمثل مركز 8 هو أصلا موجود بس في بعض الممبارات ما شاركش لأن بيعتمد كولر على 2 مركز 6 اللي هو مديانج وحمدي فتحي في طريقة 4-2-3-1 لكن برضا لو هو طلب دي حاجة ترجع له اللي كان عندنا لعبة كمية كبيرة جدا زي عمرو السلية المركز الثالث بيقولوا قلب الدفاع لحد شهر 9 اللي فات وبداية شهر 10 ما كانش فيه أي نية موجودة عند المسؤولين في النادي الأهلي أن يدعموا أي مركز في خطوط الدفاعية هل النادي ممكن تتغير تبقى لرؤية كولر الله أعلم ده اللي حيبان بعد آخر الشهر ده مع بداية الشهر المقبل على طول الأمور زي دي بان فإحنا برضو بنحاول نحط حضراتكم في السورينا بيتكلموا أنه رجل مش مجتنع ببقية المدافعين بخلاف متولي ومحمد عبد المنعم ده مش حقيقي بالمر بالمر يعني فده أو ده خبر مهم جدا تعالوا نروح لخبر آخر وده من خلال كورة ليفن وحسنهم على تويتر وبتكلموا على أن كولر منح الدوء الأخضر الأهل يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك بالمركاتو الشتوي دي عناوين بتبقى مصيرة شوي اللي هو إيه بقى تعالوا نقرأ الخبر قالك أن كولر طلب التعاقد مع اللعب عمر فايد اللي هو مدافع المقاولين العرب وأن عمر فايد ده كان دبن اهتمامات الزمالك من أجل تدعيب من خط الدفاع بعد الغياب التويل اللي ممكن يبقى ما بين أربع شهور لست شهور المحمود حمدي الوينش نتمنى له رب الشفاء العجل اللعيب مهم في منتخبنا الوطني الصفقة وبيقول لك المقاولين طلبوا 15 مليون كل الكلام ده يا جماعة غير رسمي وما حصلش فيش أي حاجة بدليل اللي احنا قلناه في الخبر اللي فات وعلقنا عليه لحد دلوقتي ينفيش أي حاجة من الحاجات دي إطلاقا خالص يعني فده بخصوص عمر فايد وخبر اللي انتشر برضا على السوشيال ميديا تعال نروح لخبر آخر يقترب جدا من الصحة وهو خبر بيتعلق بسلاسي النادي الأهلي أو سناء النادي الأهلي محمد محمود وزياد طارق وان ده طبعا سبورت ري سيكستي على تويتر حسامهم كلمة عن أنهم تلقوا ثلاث عروض للرحيل في يناير على سبيل العارة لمدة مزهوم ده طبيعي في عروض أكيد للسناء اتنين بكيمة كبيرة جدا فنية يعني ما تيجي تتكلم عن محمد محمود لعيب حظه سيء قوي لكن إمكانياته حاجة جبارة يعني لو جاهز يفرق مع أي فرقة خصوصا معانا كمان يعني طبعا الرؤية بتاعت كولر الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل وإيه المسجدات اللي ممكن تجد فبالتالي زياد طارق كمان نفس القصة زياد طارق لعيب موهوب جدا وشوفنا مع النادي الأهلي ممكن عنده بعض يعني النواقص اللي حابب أو اللي لازم يشتغل عليه خلال فترة جاي ربما من خلال الأعارة يقدر يستفاد بشكل أكبر بالتالي الإفادة دي تعود على الفرقة فيما بعد بعد عودة اللاعب فبيقولك فيه عروض من فيوتشر طراعي الجيش التحاد السكندري طبعا أكيد فيه عروض بغض النظر عن الأسماء لكن ننتظر ليه يناير ونشوف إيه القرار النهائي الخاص بهذا سنائي المميز ده بخصوص سريند الأهلي أكيد وضحنا لحضراتكم كل التفاصيل والأخبار اللي ممكن حضراتكم تكونوا بتسألوا عن هذا